اشتركوا في القناة فكان احد المسؤولين الكبار في المكتب الرئاسي الكوري قد التقم مع المديرين التنفيذيين لهذه الشركات لمناقشة حجم الصادرات والسعر والجدول الزمانية في عقب دبلوماسية مبيعات الدفاع والتي اعلن عنها الرئيس يون ساكيو خلال قمة الناتو الاخيرة الحوار البولندي مع شركة الدفاع الكورية كان لشراء الدبابات الكيتو من شركة هيندايروتام بالاضافة لطائرة الاف ايفتي الهجومية الخفيفة من شركة كي اي ايا ومدافع ذاتية الدفع كي ناين من شركة هانوة بمجابي عقد طويل الاجر يمكن ان يصل حجم صادرات الشركة الثلاث لاربعة عشر فاصل خمسة مليار دولار على وجه تحديده تتحدث شركة هيندايروتام مع بولندا لتزويدها بمائة وثمانين دبابة كيتو بمبلغ يصل لاثنين فاصل ثلاثة مليار دولار فذلك بحلول عام الفين واربع وعشرين وقد تشتري بولندا اربعمائة دبابة كيتو اضافية بحلول عام الفين وثلاثين بقيمة ستة فاصل واحد مليار دولار وفي اطار هذه الصفقات تناقش الشركة الكورية كي اي اي بيع ثمانين واربعين طائرة هجومية خفيفة من طراز اف اي ففتي مقابل اثنين فاصل ستة مليار دولار كما تخطط بولندا ايضا لشراء ستمائة وسبعين نظام كي ناين مدفعية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار الى ثلاثة فاصل ثمانية مليار دولار في السياق رفض متحدث باسم وزارة الدفاع البولندية في واسوال ادلاء بتفاصيل بشأن الصفقات المطروحة على طاولة المفاوضات بين البلدين قائلا ان التفاصيل ستعلن قريبا واصرحت مصادر عسكرية بان المحدث تجارية ولا تتعلق فقط بشراء معدات عسكرية لتعزيز القوات المسلحة البولندية بل تتعلق ايضا بقضايا التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وكان وزير الدفاع الوطني البولندي قد اعلن ان بولندا قررت شراء 116 دبابة اموان ابرامز مستعملة من الولايات المتحدة بالاضافة الى الطلبها السابق لمائة وخمسين دبابة جديدة لتحل محل دبابات تي سفينتي توها السوفيتية التصميم التي ارسلتها لاوكرانيا جيش الولايات المتحدة يعمل الان على تخزين هذه الدبابات وسيتم التسليم اولها للقوات المسلحة البولندية العام المقبل لم يتم الكشف عن قيمة المشتريات من الولايات المتحدة لكن الوزير قال ان ورسو ستدفع للولايات المتحدة مقابل استعادة القدرات التشغيلية للدبابة وحزمة الخدمات اللوجستية المصاحبة وقطاع الغيارة وقال الوزير ان هذه الدبابات تمثل موديلات قديمة من ام وان ابرامز بالنسبة للكي تو بلاك بانتر فشركة يونداي روتم تطورها لصالح جيش جمهورية تركيا يقول مصنع هذه الدبابة انها مصممة لتحسين الاداء في بيئات المعارك الشبكية في القرن الـ 21 من خلال استخدام بيئات عمل رقمية المطورة وقد قدمت الشركة المصنعة هذه الدبابة جنبا الى جنب مع مركباتها المدرعة المدولبة وانظمة اسلحة غير مأهولة في معرض سيول للطيران والفضاء في عام 2009 وتعتبر الكي تو بلاك بانتر نوعا جديدا من دبابات القتال عالية التقنية وقد حلت محل سلسلة دبابات الكي وانا الكورية ودبابات الامب 48 الامريكية القديمة وتتميز دبابة الكي تو بإمكانيتها الحركية المطورة وقوة نارية كبيرة مقارنة بدبابات الكي وانا وهي واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم إلى أنها تعتبر من الدبابات بعهضة الثمن الطاقم يتألف من ثلاثة أشخاص يضم السائقة والمدفعية والقائد ويبلغ طولها 10.8 متر وعرضها 3.6 متر وارتفاعها 2.4 متر ووزنها 55 طن الكي تو بلاك بانتر مسلحة بمدفع بعيار 120 ميلي متر أملس الفيفتي فاي فان مع نظام تلقييم أوتوماتيكية ولذلك الطاقم مكون من ثلاثة فقط نظام التلقييم الآلي يضمن للدبابة تلقييم المدفع أثناء الحركة عبر التضاريس الصعبة ويمكن إطلاق حوالي 10 قذائف في الدقيقة يجتمل التسلح الثانوي للدبابة على مدفع رشاش ثقيل 12.7 ميلي متر ومدفع رشاش 7.62 ميلي متر الدبابة تشغل بواسطة محرك ديزل MT833 من توكنوم يولد قوة 1500 حصان ويوفر نسبة قوة إلى وزن تبلغ 27.3 حصان على الطن ويجتمل ناقل الحركة الوتوماتيكي بالكامل على خمسة تروس أمامية وثلاثة تروس خلفية تحتوي المركبة على وحدة تعليق حديثة هيدروليكية يطلق عليها اختصارا آي آس يو والتي تمكن الدبابة من المناورة بنجاح على الأراضي الرملية والتضاريس الصعبة تبلغ سرعة الدبابة على الطرق الوعير 50 كيلو متر في الساعة ويمكن أن يصل مداها على الطرق المعبدة إلى 450 كيلو متر وتستطيع بور المياه بعمق 4.1 متر المركبة مجهزة بنظام شد الجنزير الديناميكي Dynamic Track Tensioner System بالإضافة إلى نظام التحكم في التدحرج والميل والارتداد يقول الخبراء أن الدبابة الكورية وقواتها من الممكن مقارنتها بالدبابة الأمريكية الشهيرة أموان A1-2 أبرامزا فالأخيرة تم تصنيعها من قبل جاركة جنرال دايناميكس تم انتاج أول دبابة منها وهي الأموان في عام 1978 والأموان A1 في عام 1985 والأموان A2 في عام 1986 تم تسليم أول دبابة قتال أموان أبرامز إلى الجيش الأمريكي في عام 1980 فقد تم انتاج من مجموعه 3273 دبابة أموان لصالح جيش الأمريكي واحدة وصنعت 4796 دبابة أموان A1 لجيش الأمريكي و221 دبابة لمشهة البحرية الأمريكية و880 تم انتاجها بالاشتراك مع مصر الدبابة الكورية لم تدخل حروبا بعده أما الدبابة الأمريكية فهي مجربة في عدد من الحروب وإذا تم تطويرها استنادا للدروس القتالية فمثلا تم تطوير أكثر من 600 أموان A1 في مصنع دبابات ليما ليما أرمي تانك بلانت بين عامي 1996 و2001 فبدأت عملية التسليم في عام 1998 أما عن تسليح الأموان المطورة المدفع الرئيسي أملس من طراز M256 من عيار 120 ميلي متر طورته شركة راين ميتل الألمانية يطلق المدفع 120 ميلي متر من الذخائر العادية وذخائر التدريب من أنواع مختلفة كالأم 865 تي بي سي اس دي اس دي وغيرها التي تتضمن قذائف لليورانيوم المنطب المدفع الثابت ولذا تستطيع الدبابة الرمية من الحركة القائد يستخدم مدفع رشاش براونينج أمتو من عيار 12.7 ميلي متر أما ملقم القذائف فهو مزود برشاش 7.62 ميلي متر أمتو هندرد فورتي تم تثبيت مدفع رشاشة 240 من عيار 7.62 ميلي متر أيضا بشكل محوري على الجانب الأيمن من المدفع الرئيسي أما المراقبة والتحكم بالنيران فتتم عن طريق محطة مخصصة للقائد بها 6 مناظير مما يوفر له رؤية بزاوية 360 درجة كما أن هناك شاشة حرارية والتي توفر للقائد رؤية ليلا ونهرا بزاوية 360 درجة بالإضافة للمسح التلقائي والتوجيه الأوتوماتيكي نحو الهدف كما تحتوي دبابة الأموان A1 Abrams على منظر أساسي بمحورين من شركة رايثون والذي يعمل على زيادة احتمالية إصابة الهدف من المرة الأولى للتصويب يحتوي نظام التصوير الحراري TIS على إمكانية التكبير حتى عشرة أضعف بزاوية نظر حادة وثلاثة أضعف بزاوية نظر منفرجة كما يتم عرض صورة الحرارية في العدسة العينية لمنظر المدفعي جنبا إلى جن مع قياس المدى من جهاز تحديد المدى بالليزر فجهاز تحديد المدى بالليزر ELRF من شركة نورثروب جرومان لديه ثقة تصل إلى عشرة أمتار فتمييز للهدف يصل إلى عشرين متر كما يمتلك المدفعي أيضا بصريات إضافية وهي الكولمورغين مودل 939 التي تعطي مجالا لتكبير حتى ثمانية أضعف ومجال رؤية بزاوية ثماني درجات يقوم نظام التحكم في النيران تلقائيا بحساب وقياس كيفية التحكم في الإطلاق بناء على قياس زاوية الهدف من الدبابة وانحناء المدفع المقاسة بالنظام المرجعي الموجود على السبطانة وقياس السرعة من مجسات الريح على سطح البرج والبيانات من مجسات موجودة في مركز سقف البرج يتم إدخال البيانات الخاصة بنوع الذخيرة ودرجة الحرارة والضغط الجوي يدويا بواسطة المشغل لسائق إما ثلاثة مناظير مراقبة بيريسكوب أو منظارين على كيلة جانبين وتوفر المناظير مجال رؤية 120 درجة وسائق مزود بنظام DVE لتكثيف رؤية الهدف ANVS5 وهو يتمد على مصفوف كاشف أشعة تحت الحمراء بموجة إشعة من 7.5 إلى 13 ميكرون في العرض وسائق مزود أيضا بمنظار حراري من شركة رايثون ANVAS3 ثم تجهيز أموان بمحرك تربيني غازي هانوول EGT 1500 ناقل الحركة ألسون إكس 1103B بأربعة تروس أمامية واثنين من التروس الخلفية وقد اختار الجيش الأمريكي شركة هانوول انترناشنل انجينز اند سيستمز جنرال الكتريك لتطوير محرك تربيني غازي جديد ال V-105 لنسخة الأموان A1 وهو أخف وزنا وأصغر مع تسارع كبير وتشغيل أكثر هدوءا إضافة إلى عدم وجود عدم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة